مرحبا بكم الله في السلسلة متاع PMP in an easy way. بشي قبل اليوم عشاء الله ما كيفيش اتصب مطلب امتيحان ال PMP بعد ما شوفنا الحصة الماضية كيفيش اتلخص الخبرة بتاعك. طبعا هنا احنا عملنا فيك اكاونت سميناه احمد التونسي اوكي. اه بش فقط نوريكم به. فهنا ننصحكم اول حاجة تعملوها تمشي الى الاكاونت بتاعك. بتبشي اكاونت. تنزل الى هنا بعد ما انتي profile plus. تنزل الى الاكاونت. ولا هنا بعد ما تمشي الى الاكاونت. تمشي الى هنا عندك اه personal information. ايميلك. اه الفون نمبر بتاعك والادرس. انا ننصحك مزيدوا الادرس. حطوا الادرس في تونس. لانه لما تزيدوا الادرس تحطوا الادرس في تونس. اه حتى الثماني بخصلك. ثمنا مثلا اشتراك السنوي. ولا ثمنا امتيحان البي ام بي ولا التجديد. ولا اي حاجة مش تتفحها تكون لك ارخص لما تحط اه العنوان متاعك في تونس. فعنا نصحك اختار الكنتري ريجين تونيزيا. لانه بالحق اه افضل حاجة. يعني تونيزيا. اوكي. اه انا تحط تونس. اوكي تونيزيا. حط لنا ادرس كوين. اه لا 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 لا. السيتي متاعكوين. ثم اعمل سيف. طبعا اعمل سيف. لانه هاكي كي يوليلك كل شيء ارخص. يعني اه ها مش نحطوا الادرس مثلا. نقوله جرمدا. جرمدا. كيلومتر تسعة. سيتي سفاقس. اوكي. انا احنا في يعرف واحدة تونس. احنا في سفاقس. مثلا. والبوستل كو تلتر افتين وستين مثلا. اوكي. فلهنا اوكي. عملناها جرمدا. سفاقس. اه سيت عز برايمري. سيم. لهنا لما تعمل عنوانك تونس. طبعا لهنا ننصحوكم نزيدو ايضا الرقم بتاعكم بيش اه بيماي تتصل بكم. لهنا لما تحط عنوانك تونس طبعا هو اوتوماتيك لي مش يعطيك الاسعار بالتخفيض. اوكي. به. نمشوق وبعدك ايضا نمشيو للسرتيفيكيشن ونمشيو للبي ام بي. ارائت. خاطر هي الهناة بيماي تحتاج العنوان متاعك. باش تعرف. ايجا مشو ننزلو على ايجا مشو ننزلو على ايجا ونمشيو للابليكيشن. لحقيقة. لحقيقة ذكرت اياماتي عام الفين وحداش. الفين واثناش فقط اللي اختيت البي ام بي سرتيفيكيشن. اه طبعا من نقطة هل تطولوا برشا حاجات على موقع بيماي يتغيروا برشا حاجات. اما الحقيقة يقديم مثلا هيك النوستالجية متاع الماضي. اول حاجة نبدو بالاكاديميك ادوكيشن. انتي الهنا شنو قريت? فرضا انتي قريت كان عندك هاي سكول. يعني قريت ثانوية كهو ولا اسوشيز ديجري. يعني باكالولي مع ثنين. باتشلور ديجري. يعني باكالولي مع ثلاثة مع اربعة ماسترز ديجري ولا دكتوروط. هنقوله مثلا باتشلورز دجري. جميع المهانسين يحطوا ماسترز ديجري يا. المهانسين في مستوى اا المسرز ديجري. اللي عنده ليسانس ولا اللي عنده باكالوريا مع اربعة ولا يحط باتشلورز ديجري باكي. عامتاش من عامتاش لعامتاش اخذتها. هنقوله مثلا هادا سيئ احمد التونسي اخذها من 2005. ده يقري في 2005 اخذها مثلا نقوله في 2018. اوكي. وين اقرأ في تونس. اسم الانستيتيوت. خلنقوله مثلا خلنجربه ترح حطه اه. خلنحطه هكا. به. لانان حابب نقولكم حاجرة ومهم برشا انك اه اتحط اسم الجامعة اوين قريت. لانه من بعد اذا كان بيا ماي اختارتك للأودت من جميلتك الخمسة في المية. تبع اعطلهم النسخة من الشهد متاعك. خلنقوله مثلا نقرأ business administration. اوكي. ولهنها تعمل save education. فلهنها اليدوكيشن متاعك is saved. اهيكا شقريت ونقريت اتترا. بهاي secondary degree تك done. انجو professional experience. باه. لهنها البروفيشنال experience. مش مش يتعمر. مش يتعمر انتي من الexperience لي عمرناها المرة الفيتة. باهي. بأول حاجة البروفيشنال ادوكيشن. عنش كون قريت انتي عن بن حمودة. consulting. الكورس تايتل اللي هو ال pmp. pmp exam preparation كورس. عملتو انتي مثلا نقوله من شهر ايبرول. نقوله مثلا الفين واربو وعشرين. كاملتو في شهر ماي. اوكي الفين واربو وعشرين. واخذيت وقيت 46 اكا يانسي عمانوا. اوكي. صوره هنا. سيف. سيف. اوكي. صور كورايت اكل الجيمة كاملناها. اوام المعهد. كورايت هنا البروفيشنال ادوكيشن كاملناها. تو نمشيه لل experience. اوكي. او رايت. او رايت. تو نحن لفروق. او رايت. تو نمشيه سنقول مثلاً Implementation of IT system مثلاً مثلاً just مثلاً سنقول BHC مثلاً BHC Consulting هذي كهي كهي عرفنا Job title مثلاً Project Manager هاي Functional Reporting Area وين نخدم نحن نكون في ال-IT مثلاً Organizational Primary Focus شنية تخدم شركة نقوله تخدم في ال- نقوله في Consulting Services Approach مثلاً نقوله Project Team Size نقوله مثلاً من 5 إلى 9 أشخاص والproject بعدها تحاول تقرب up to 1 million up to 1 million مثلاً 1 million مثلاً من 1 دولار إلى 1 million ال-project Dates نقوله مثلاً خدمت من January 2020 حالتكشي نقوله مثلاً ماي نقوله مثلاً مثلاً just مثلاً إذا كان project in progress تحط in progress طبعاً هنا نحن نحط من الخبر التي تعلمناها بعضنا نحن نمش للدرايف لعملناها المرة الفيت نمش للدرايف المش للدرايف مثلاً PMP training متعنا أوكي هيا المعرفة لعملناها وعلى فكرة Excel حطت الكاميرانية في link بتاع الفيديو بتاع المعرفة سمحوني مش هذا الExcel هذا PMP template هذي أوكي بس دي مش نلزو منك الExample ما لحنا قلنا لما يقل لك لهنا على موقع PMI درجو الموقع PMI لما يقل لك لهنا provide a high-level description that summarizes your experience and includes the project objectives outcomes your role on the project and your responsibilities and deliverables a typical response is between 200 to 500 words يعني ما أقلش من متين متكثرش برشة بيش هم ميتعبوش فلحنا نحنش ميش نعملو خلنا نشده هذي الملفات من بعضنا نشده مثلا نعملو هك طبعا عندي مش تحطه نظيف أوكي احنا فقط باش نربحه الوقت لا أكثر لا مش تحطه احنا هكا لهنا ارائت اه user guide باهي فله هنا just so deliverables هنا خلنا خلنا هكا سو the project مثل انا مش لدي ما كنت تسمحها عاد the project deliverables وير باهي وتحط عاد بالنظام هكا بالنظام شبابة نحكي وعاد deliverables لنا أوكي نحط هكا بالنظام باهي deliverables 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 أوكي فلانا هكا in closing phase in monitoring فقط عالور تنظف so the main project objectives where مش تحط الهكا لنا the main project objectives where نقطين أوكي حط هكا مثلا وكل عاد تحط في شكل نقاط لنا على خطر هذا project objectives طبعا هنا انت كنت تحب تعمل جمل so I managed a project اللي اسمه implementation of IT system مثلا in company ولا ولا تحط فقط the main project objectives where the project outcome هو ماذا بيك تحط في شكل نص اوكي اما تحب بتحط هكا مقبور او كيف كيف the project outcome where شنو ما كنو كنو قلنا راو بالانجليزية اسهل اوكي خنقلو هنا هكا 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 قلنا نطفهم هكا so هنا نجيو my role my role on the project so عوز هنا so I was the project manager و عوز the project خلنا نقول احنا قلنا project manager الفوق فهنا نحط project manager responsible for project for managing the project responsible for هكا ولا هنا مش نحط هدهم جميع الحاجات اللي انت عملت اوكي so responsible for initiation phase لا 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 planning phase طبعا انت نظف نظف سمح ريقل حط كل جملة هكا في star ما تحط ش هكا paragraph so هذي مثلا اي هيل تهبطها اي created بلا بلا هكا كيف كيف في planning اي started then تكون في واحدها وهكذا وهكذا هذي save experience عملوها save هذين عملوها save هاي قل لك عندك 17 شهر من 36 شهر هذي مكلا ايش تعمل you have to add experience لانو 17 36 ما يكفيش اهو هذي البروجيك اللي يحطين ايه اوكي عندك 17 36 اذا نزيد احنا خلنا عاد experience project title sample sample project يعني فقط example organization كلا عادة bhc consulting اهي الbhc consulting انتنا بنحمود consulting job title project manager مثلا مرة اخرى كلا عادة function reporting area ITIS primary focus consulting approach مثلا agile team size بنقوله مثلا من 5 9 بمانو agile معناش حال اخر budget up to 1 million من خنقوله احنا من june 2021 21 الى مثلا نقوله july 2023 مثلا ما اوش صحيح ام مثال بلانا description نمشي ونختار لذا كبدا agile خنز خنز هكذا فهمتوا كيف ننطفو كيف نكتبو منغيم ونعود ونفسر لكم اوكي نجيو الى هنا ونحط ونعمل save experience الى هنا exam location tunisia citizenship tunisia tunisia okay so not taiwan tunisia alright so providing false information result in inability to test and may exposure to disciplinary action or persecution okay فلانا tunisia احمد التونسي من جرمد لا 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 تقدر تعمل مثلا اضيف mobile phone خلانا نقوله رقم مثلا نحط رقمي معروف okay مثلا اذا تقدر تعمل save phone okay اخل نعمل save okay exam accommodation هل مثلا انتي تحتاج يعني مش تعدين انتي حان بصفة عامل في test center واحد من test center دي عنا هل تحتاج حاجة معين مثلا مساعدة معين etc قل اعري terms and conditions all information that i have provided is accurate blah 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 and what else what's missing yeah that's save of course ال address tunisia and save very important i will save your address yeah and that should be ah yeah birth date سمحوني نسيت birth date خلان نقوله مولود نهار واحد واحد janv مثلا من عام خلان نقوله من عام 20 مثلا okay all right خلان عام save saving متوى اه ما زال نقص ترا كذلك كل شي بريقل name yeah خلان نقل name اه كيفاش تحب اسمك على الشادع كيفاش تحب اسمك يدرع الشادع احمد التونسي so save دي انتو تعمل submit application لحظة تعمل انت submit application يقول لك اه اه اقول لك لانا مش تستمع خمسين فقط بكل سهولة تعمل submit application اسهل من هك كما تماش يظلي سهلة جدا 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 فقط تنزل على submit application نعمل مثلا submit application يفكر واشي قال لك الابليكيش هزمي submitted روح البروست هذي تحبل خمسين okay فبكل بساطة بكل بساطة ما في حد شيء okay فالانا اشتقى تعمل انتي كل نهار 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 تحل تشوف واتثبت هل قبلو لك الابليكيش ولا لا هو تبيض مش تجيك email يعني حتى انا كان نحل mailbox انتنا اعتقد انه جانا email okay your application has been received من بعد احمد التونسي bla 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 thank you ومن بعد of course they will يجيبوك بعد خمسة ايام قبلوها ولا ما قبلوه هذي ان شاء الله صابينا الابليكيشن طبعا مش ننتظر واحنا يقول لك طبعا تقبلت مبروك ومن بعد نوريكم كيفية ان شاء الله تعاملوا الpayment يتكم الصحة ومشكورين اشتركوا في القناة